دعم مهم من قبل الحكومة وجهها البنكي مركزي بتحديدا والاقتصادي بشكل عام هذه الخطوة مهمة البنكي مركزي كان يمل عليها منذ سنوات وهي ضمن استراتيجيات أساسية للبنكي مركزي وهي استكمالا لمشروع توطين الرواتب الذي بدأ منذ سنوات البنكي مركزي منذ سنوات وما يزال يسعى جاهدا إلى تقليل استخدام نقاط الكاش المنافذ سموها point of cash باعتبارها هذه حالة أو ممارسة غير صحية في الاقتصاد العراق وهي هاجينة غير موجودة في أي اقتصاد في العالم دائما نحث المصارف وشركات دفع الكتروني والتجار في نفس الوقت يستخدمون نقاط البيع وهي حالة مهمة لزيادة الدفع الكتروني وتقليل استخدام الكاش لأثار الإيجابية على المواطن وعلى التاجر وعلى المصرف وعلى البنكي مركزي في إدارة سياسته النقدية القرارات الأخيرة جاءت مكملة وشاملة ومهمة دعما لجهود البنكي مركزي في تحقيق أهدافه في هذا المجال في توسيع وانتشار أدوات ودفع الكتروني بشكل ملائم وكان القرار من السوزراء الموقر مهم جدا بحيث شمل جميع القطاعات لم ينستن قطاعا سواء الحكومي أو القطاع الخاص في نفس الوقت أعطاه امتيازات مهمة لا سيما خلال الإعفاءات الضريبية التي دائما كانت التاجر شكا منها من هذه الإعفاءات وهي ممارسة حضارية وضمن كما ذكرت ضمن استراتيجات الأساسية للبنكي مركزي العراق نعم طيب لو تحدثنا عن الأثار الإيجابية لهذه الخطوة بالنسبة للمواطن بالنسبة للتاجر كما ذكرت فما لا يفهم المواطن الآن ما التبعات الإيجابية المترتبة على هذا القرار وإيضا ما التبعات الإيجابية بالنسبة للاقتصاد بشكل عام شكرا جزيلا ما يخص المواطن أهم فقرة سوف يقلل تكاليف الحصول على الإرادة مالا الآن المواطن عندما يريد يخبر الموظف يحصر الراتب يدفع كلفة للحصول على دخلة أو راتبة من خلال دفع الرسوم على تخدام البيو أو سي من منافق الآن المواطن لا يحتاج لدفع كلفة إضافية عندما يستخدم نقاط البيع البيو أو أس لأنه عدا موجود أي كلفة يتحملها المواطن عند استخدام هذه البطاقة عندما يوجد عمليات الحصول على السلع والخدمات في السوق المحلية من جانب آخر من خص التاجر هذه أيضا نقطة مهمة توفر لإدارة للنقد بدل ما تتكدس أموال كثيرة في المحلات لأسي المحلات الكبيرة والتالي عملية نقلها وإدارتها وربما هناك سيكون هناك تلف لبعض العملة وبالتالي سيكون كل هذه الإدارة تكون مقابل المصرف طيب يعني عندما تشتري من التاجر ينتقل هذا المبلغ إلى حسابك في المصرف وبالتالي هنا راح يزيد من استخدام التاجر للخدمات المصرف الأخرى التي قد توفرها له المصارف لكن نتحدث كيف يتم استحصال البطاقة بطاقة الدفع الإلكتروني وأيضا ربما نتحدث عن أنواع من البطاقات دكتور عمار نعم شكرا جزيلا كل البطاقات الآن والتوطين الرواتب الماستر كارت الفيزا كارت كل البطاقات هي ممكن استخدامها في هذا الجهاز كلها الآن هو الفكرة الأساسية لما صار توطين الرواتب وتحويل السلام النقدي بالسلام البطاقات غير الأساسية استخدام نقاط البيع وليس الحالة الآن الموجودة يعني بالنسبة للموظف ماكو داعي يحصل على بطاقة أخرى لا لا هي بطاقة نفسها من خلال الماستر كارت هي بالضبط بطاقة نفسها الآن لما يستخدم مثل ما ذكرت يعني حديد دي حصل على دخل النقود مالته الراتب ماله حتى ينفق النفقات الشهرية طير ليفعلها كلفة تصل إلى عشر تالاف من تالاف حسب حجم الراتب الآن ما يحتاج يتفحل الكلفة الأضافية يبقي فلوسها في البطاقة وبالمكان يستخدمها في أي محل تجاري أو في أي مكان أو في حصل على أي خدمة سواء مقطاع العام أو مقطاع الخاص طيب هو الحديث الآن أنه كيف يتم توفير هذه الأجهزة لأن مثل ما تعرف دكتور عمار يعني لا توجد في كل المناطق وفي كل الأسواق والمتاجر يعني أحسن هو هذا التحدي الكبير كالمسيب يجي مركزي تحديات لا سيمقر بالقطاع الحقيقي قطاع التجار هناك مشاكل كانت في عملية فتح الحساب لهذا كانت تحد من انتشار هذه الأجهزة بالمناسبة لأجهزة هي موجودة في كثير من المحلات تجارية ومعمول بها ولكن عددها قليل مع الأسف الآن باعتقال هذه القرارات ويقوم بإجراءات قريبا جدا لتسهيل ودعم المصارف وشركات دفع الإلكتروني والتجار بنفس الوقت تقديم تسهيلات لا سيمة يخص الكلفة ترفع أن التاجر يهم الكلفة لا يستعد لتتعامل أي كلفة باستخدام هذه الخدمة وبالتالي هو ربما يفضل النقد عندما يكون هناك كلفة أقل ولكن عندما جاء قرارات المجنة المركزية داعمة ومكملة لقرارات المجنة المركزية لتقليل كلفة استخدام وبالتالي الاقتناء جهاز دفع الإلكتروني يسهل عملية استحصال مبيعات المواطنين طيب سيد عمر فيما يتعلق بالمواطنين نحن نتحدث هنا عن مواطنين لا يمتلكون ثقافة التعامل بالدفع الإلكتروني غير رائجة في العراق هل لديكم فكرة لربما إنشاء فريق للتوعية بكيفية استعمال هذه الخطوة أكيد حقا بالسمراء بقمكزي هو يشجع من خلال الندوات وأيضا التعاون مع المصارف وربط المصارف الخاصة والشركات الإلكتروني للتوعية باعتقاد التوعية المهمة لإيصال هذا النموذج للدفع للمواطن عندما المواطن يشاهد هذا الجهاز موجود عنده الكاشير في المحل مجرد مشاهدته ربما لا يستخدمه في المرة الأولى عندما يشاهد ربما المواطن آخر يستخدمه سيكون له حافز لجلب بطاقته في المرة القادمة من استخدامه النقطة الأساسية للتوعية هو وجود الجهاز في المحلات التجارية النقطة الأساسية التوعية وحدة غير كافية أنا الآن خلال قناتكم بنتكلم على هميتها وما هي الفادة عندما أذهب للمحل التجاري ومن سيلزم المحل التجاري باعتماد الدفع للكترونيين نحن تحدث عن مشهور ربما ينجح ربما لا ينجح هذا قرار مجلس الوزراء حكم هذا الموضوع يعني قرار ملزم قرار ملزم سوف لن يكون هناك منح إجازة أو تجديد لإجازة لأي مشروع تجاري بدون استخدام هذا الجهاز هالنقطة الأساسية الآن منذ فترة طويلة نتكلم نتقلمنا كبق مركزي من الحث والتسجيع إلى الإجبار وجاء ربما ينجح وزراء المقار تأكيدا على توجهات البقية مركزي يجب أن يكون هناك إجبار وفرض على التاجر استخدام هذا النوع من الخدمات المالية لأنها تعوب الفادي على التاجر على المواطن وعلى البلد بشكل عام الحديث أيضا عن هذه البطاقات هل بالإمكان أنه أحصل على مبلغ أو الدولار من المصارف لأنه كان هناك قرار يتعلق بالمسافرين لأغراض العلاج نتحدث عن فيزا كارت نتحدث عن تذكر السفر الآن بالإمكان يعني حامل هذه البطاقة المواطن أروح للمصرف وأخذ دولار لا إذا مواطن وتي تذهب إلى خارج عراق السافر أنا أنصح أنه ما يجب يأخذ دولار ويا السبب قرار بقي مركزي الآن عندما تذهب إلى الخارج العراق تستخدم البطاقة صادر من العراق سوف تحصل على الدولار بسعر أقل من ما تحصل عليه الكاش بسعر 1465 وبالتالي من الأفضل المواطن عدم استخدام حمل الكاش أو شراء الكاش في 1470 بالسعر الرسمي الآن لدينا منافذ من خلال المصارف الأهلية والحكومية وإذا لدينا منفذ المصرف عراق التجارة في المطار يقوم بيع الحصة لكل مسافر اللي خمسة ألاف دولار بالسعر الرسمي 1470 ولكن استخدام البطاقة الآن بقي مركز يحول الدينار إلى الدولار ومن ثم تقوم بتحويل هذا الدولار إلى العملة البلد التي ذهبت يعني معنا ذلك أن تعاملات ستتوسع لا تتعلق فقط بالسفر وأغراض العلاج الآن هناك أسواق هناك متاجر في العراق الآن بضاعتها بالدولار الحسبة تحتسب 161 هذا كان قرار بالتوزراء في الجسر القبل هذا الجسر الأخير إلى منع تسعير بالدولار والانتقال إلى تسعير السلع والخدمات والمجمعات السكنية للقطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدينار العراقي هذا أيضا الآن هذه القرارات هي مكملة لبعضها البعض لدعم أملة الدينار العراقي أملة الدينار تمثل أملة سيادة الدولة يجب أن تدعمها كل الجهات الباقي مركز والحكومة هنا فقط بالشكل سريع نوضح هذه النقطة لا مشكلة أنه سعر بدينار العراقي لكنه سعر بأي سعر 60 دينار من وحد نفق البنك المركز الباقي مركزي لا يتدخل ولا يجي حكومة يتدخل بعملية تسعير السلع والخدمات إذن لا فرق هنا لا تسعير هذا يبقى للتاجر يعني بأي سعر كان بأي سعر كان ولكن النقطة الأساسية هذه التسعيرات للتاجر عندما يرغب بتنويل السرادات من الخارج يأتي عن طريق الباقي مركزي ويحصل على الدولار بالسعر الرسمي ترجمة نانسي قنقر